طفل عنده ثلاث سنين كان بيرضع من أول الشهر الأول بيرضع لبن حليب يعني عادي حليب البقر وحصله تقوص للطرف السفلي وهو عنده سنتين يا طرى ده شل الأطفال ولا لين عزام ولا عيب خلقي في مفصل الحود الحقيقة إن الناس بدأت تبعت وتشوف وربنا يعفينها جميعا بس هي خضر نرد دلوقتي على باخر الحلقة نعم نرد دلوقتي ولا باخر حلقة نرد دلوقتي بس الأول عايزين ننوه على أهمية إن ما فيش حد يحاول إن هو يدي أولاده لبن حليب قبل العام الأول قبل مرور العام الأول بالضبط إحنا فيها معلومتين المعلومة الأولية إنه الألبان زي ما اتفقنا قبل كده مرات كتيرة إن إحنا الألبان ما بدهش قبل سن سنة بأي حال من الأحوال لأنها ممكن تعمل نقص فيتامين ديل أو ليونة في العظم زي ما احنا شافت ده اللين أضام لو هو الطفل دوت عنده مشكلة في المفصل الفاغز ده بيبني من ساعة الأولادة مش بعد مرور سنتين يعني ده مؤكد إن ده بسبب شربه للبن حليب اللي هو مما أدى إلى لين عظام أو نقص فيتامين ديل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر